مرحبا شباب تعرفون جميعا مدى قوة وفائدة الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي لكن الحاجة السلبية الوحيدة فيه هو أنه لا يمكنك استخدامه بدون انترنت لذلك في فيديو اليوم وبشكل حصري سواء عندك ايفون أو اندرويد سأشرح لك كيف تنزل ذكاء اصطناعي قوي جدا وتستخدمه بدون انترنت أينما كنت وقت ما تشاء الشيء الوحيد الذي سأطلب منك لو استفدتم الفيديو لا تنسى لايك وتأكد انك مشترك ليصلك كل جديد في عالم الايفون أول بأول أول شيء ستقوم به هو تنزيل تطبيق بوكيت بول ستجد رابطه تحت هذا الفيديو متوفر للأيفون والاندرويد سوف تحتاج الانترنت فقط أول مرة كما نشاهدونه الآن عندي واي فاي بعد فتح التطبيق اذهب على هذه النقاط الثلاثة في الأعلى ثم اضغط على موديلز هذا الاختيار الثاني هنا سوف يعطيك خمس موديلز أو خمس نماذج من الذكاء الاصطناعي التي يمكنك أن تختار أي واحدا منها هذه النماذج الخمسة كلها جيدة وقوية يمكنك أن تدخل على أي واحدا منها تجد في جميع النسخ الخاص بكل نموذج على حدة النموذج الأفضل والأقوى من هذه النماذج هو نموذج لاما الذي تم تصميمه من شركة فيسبوك تم تطويره وتدريبه على عدد أكبر من كل هذه النماذج من المعلومات والداتا اضغط على السهم سيفتح معك أربع نسخ لهذا النموذج لاما والنموذج الأحدث هو السفلي كما تشاهدون مكتوب عليه لاما 3.2 3B Instruct وفي آخره موجود Q8K تذكر جيدا؟ هذا هو الأفضل وحجمه 3.42 جيجا بايتس لو ما عندك مساحة كبيرة في آيفونك أو في جهازك الإندرويد ويمكنك أن تختار أحد هذه النماذج الأخرى التي فيها حجم أقل كما تشاهدون 1.32 جيجا أو 2 جيجا لكن لو عندك حجم أكبر الأفضل أن تحمل الأفضل وهو هذا الأخير سوف نضغط على download من هنا وشيء مهم جدا هو أنه يجب أن لا تقفل التطبيق وتبقى في هذه الصفحة أثناء يتم تحميل هذا النموذج بالكامل على جهازك دعوني أسريع الفيديو طبعا السرعة حسب سرعة الإنترنت عندك لو عندك إنترنت سريع سيتم تحمله بسرعة لكن فقط أصبر لأنه ستقوم بهذه العملية فقط مرة واحدة وسيبقى عندك شغال للأبد بعد تنزيله الآن كما ستشاهدون سأقوم بالخروج من الإنترنت سأقوم بتوقيف الواي فاي الآن لست متصل بأي إنترنت سأخرج من التطبيق الآن سأدخل على التطبيق بدون إنترنت من الأول لنقول أنك تريد استخدام الذكاء الإصطناعي بدون إنترنت كما تشاهدون ليس عندي لا واي فاي ولا أي شيء مباشرة بعد الدخول على التطبيق اضغط على هذه النقاط الثلاثة ثم اضغط على مودلز من جديد ثم هنا عندك دولودد أو النماذج التي قمت بتحميلها لو قمت بتحميل أكثر من نموذج ستجدها كلها هنا لكن أنا حملت فقط أفضلها وهو هذا النموذج سوف تضغط على علامة لود من هنا وسوف يتم تجهيز هذا النموذج الآن كما تشاهدون قد تم تجهيزه ويمكنني استخدامه بدون إنترنت دعونا نجربه أوكي أعطيته سؤال هنا فقط للتجربة ما هي الفروقات الأساسية بين الشركة أبل و سامسونج نضغط على إرسال وتذكروا أنا لسي ليس عندي أي إنترنت وكما تشاهدون سوف يكتب لي الإجابة بالكامل كأنني متصل بالإنترنت وكأنني أستخدم شات جي بي تي معلوماتي هي جيدة جدا تذكروا أن معلوماتي هي متوقفة في 2023 لكنه قوي جدا وعنده معلومات كبيرة وليمكن أيضا عمل بحوث على الإنترنت طبعا لأننا لسنا متصلين بالإنترنت لكنه نموذج قوي جدا و سيجيب على جميع أسئلتك نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله سلام